مو هذا سؤال أستاذ خالد مو هذا سؤالي بس أكمل أنا أعترض على كل متأمر طبيعي أستاذ خالد هذا معنا مقوم نسبي إذن إذا هذه الانتخابات لا تمثل إرادة الناخب العراقي ولا تمثل إرادة الناس ولا تمثل ضيمهم بعد عليش هالجدل هذا بشكل نسبي قلت هسه أنت مطلق الحرية لك في اختيار مصطلحاتك أنا ما أفهم شنو بشكل نسبي ومستوى العزوف 80% يعني شلون لا لا عفوا من أرد أن أقول بشكل نسبي يعني هو أنت تعرف حتى لو شاركت الناس بشكل 100% في الانتخابات يبقى من يفوز بالانتخابات لا يمثل كل الذين خرجوا للانتخابات يعني نسبة من عندهم يعني هذا أعمالية طبيعية وحتى لو افترضنا أن قوة حزب معينة أو جبهة معينة حصدت 100% من الأصوات وأن المشاركة 100% يبقى أكو قسم من الناس هم ما مشاركين أنا أعترض على كلمة أمر طبيعي لا لا عفوا اللي أرد أقول الساد نجم حبيبي اللي أرد أقول أن المفهوم النسبية هو هذا معنى أنه جزء من الناس يمثلون الكل هذا معنى مفهوم النسبية لا خلاف لا خلاف لا خلاف على هذا لكن أنت واحد من أعضاء وشنة قيادة بحزب الدعوة هسترجالك بلت ليش بطلت لكن أريد أسألك بالدعوة التي أنت تقول بها أن هذا الواقع وأنه هذه النتائج وأنه هذا المشهد يدعونا أو يدعوهم أو تدعوهم إلى القراءة هي قوى سياسية ما قدرت تقرأ قانون الانتخابات اللي يهمها اللي يوصلها للقاصة وليوصلها للفلوس وليوصلها للمواكب ما قدرت تقرأ شلون تتمكن من قراءة مشهد يحتاج إلى فكر يعني ما أعرف شلون تقدر تقرأ وهي قانون الانتخابات ما قدرت تقرأ بشكل صحيح وتوزع جغرافيا بشكل صحيح تنافس أمر قائم مثل ما تعرف بين القوى السياسية بعض القوى السياسية أجراتها تكون ربما أفضل من أجرات الأخرى هذا أمر هموارد إرادة الناخب العراقي الهدور بكل تأكيد الهدور في تغيير مسار العملية الانتخابية التزوير والتلاعب إلى دور مو هذا سؤال استاذ خالد مو هذا سؤال بس أكمل بس أكمل وواصل سؤالك هذا أمر يصير يعني في كل ذني إليهم حضورهم أمر اللي ندعو لأن هذه القراءة مطلوبة من عدنا جميعا لا ينبغي أن نستمر سواء كنا نخب سياسية أو إعلامية أو أكاديمية أو مجتمعية لا ينبغي أن نستمر نبحث النفد واحد نحط عليه برأس المشكلة ونظل نجلده والله أنت عندك المشكلة نعم قوة السياسية عتها تقصير بعض النخب الإعلامية والسياسية عتها تقصير بعض الناس عتهم تقصير هذا أمر موجود هل نحتاج إلى أن نستمر بالجلد من دون أن ننطي مؤشرات حقيقية لمن يتابعنا سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو منهجيا أو ثقافيا في الصورة الأفضل اللي ينبغي أن نسير عليها العملية السياسية مستقبلا بشكل نمطي وبشكل واقعي ما رح يعني نضمن لليوم ولا مستقبلا أن حزب معين رح يبقى يحافظ على رصيدة أو أن حزب معين أقل رصيدا يمكن يبقى أقل رصيدا نحن شفنا بعض الأحزاب كانت أقل رصيدا صعدت بعض الأحزاب كانت أكثر رصيدا نزلت اشتركوا في القناة